اهلا بكم متابعين في هذا اللقاء الخاص اللي غيج معنا بالسيناريا ستو المؤلف والمخرج جلال بالوادي اليوم جاوب باش يناقش معنا اللي ترأو زيالو الجمعية السبأ بالطلبيضاء هاد الجمعية اللي معنية بالفنون والثقافة اهلا بك سيد جلال اهلا انا سعيد في هذا اللقاء وتحياتي ليك ولمتابعين وشكرا على هاد استضافة ربي خلي سيد جلال في الاول بغينا تتحدثنا وتقربنا كتر وصف ما هي ديالكم والاهدف ديال اهلا جمعية سبأ هي جمعية سبأ للفن والثقافة والاعمال الاجتماعية هو الهدف ديالنا درناها الجمعية باش اولا كل هدف ديالنا هو الفن بانواعه يعني تقديم عروض سواء كان سينمائية او مصرحية دروس في البرنامج عندنا دروس في السينما وفي المصرح ورشات في كتاب السيناريو وكذلك العروض بانواعها والاعمال الاجتماعية كنحاول لدينا برنامج شوية بغينا ندروا واحد تحدي فيه شوية صعب برنامج هي نتفرها على جميع يعني الى الأعمال الاجتماعية كما بغت تكون غادي نحاولوا نجتهدوا باش نعرفوا يعني توجه ديالنا خلال الأعمال واليزاكسيون ديالنا خلال الاجتماعية ولكن كن بعض الاجتماعية اللي هي تقتصر على بعض الناس اللي هما كيبرسين هذا هو الهدف ديالنا بغينا كيبرسين اللي في الدور وحدهم وما عندهمش اللي كيقابلهم بغينا نكونوا إن شاء الله عندي هذا الهدف كانت مننا إن شاء الله نتوفقوا فيه اللي يكون واحد تواصل مع أعضاء عدنا بهم كل أسبوع باش نعرفوا الحالة ديالهم شنو خصوم بارفو كتلقيش واحد مريض ما قد يستطيع إحتيح الباب باش نبغينا إن شاء الله هذا الامر في الحي ولا في جهة اللي احنا فيها او لأي واحد في شي جهة يكون هو ممتل لجهة ويكون متواصل مع هذ الكبار هذو في السن باش باش نعرف هذو كبار في السن راكب قول في الضغمراض وما كتعرفش مالهم بارفوء كيوقعوه كوالد يعني انتو من الجميع ديالكم موخة بأنها معنية بالثقافة والفن بدرجة الأولى إلا أنكم بغيشو تدخلو في هذا الحسط الاجتماعي بمعنى الكلمة يعني ماشي مجرد هذا رمى فيه لا تسنا عمل اجتماعي لابغشو واحد يتطوع بمعنى وتراكبنا هذ مجموعة ديال الناس كن ناردق عليهم وعرفهم ما نخصم هذي كنا ديالنا في صراحة كنا ديالنا في وجدة أنا والإخوة ديالي واحد مجموعة ديالناس غير كنا نتطوع وما كنا نتطوع غير كنا نتطوع غير كنا نتطوع بغنا يعني أن تكون في الجمعية يكون عندها قانون يكون عندها موقنة وبنسبة للمائية ديالكم طبعا تكون جمعية والانتكسكم بأنشيطة خاصة وحد الموارد فشنو اللي كي دعم الجمعية؟ والاحد الآن ما عندنا حتى موارد يعني انا عدبا ديال وباش يمكن توصل للمرحلة ديال الموارد خس كتدوز واحد المدات ديال العامين ولا ماشي حال اه انا را ما عنديش واحد المعلومات على هذه بس كنا كنت دايما كرفض باش نكون رئيس ديال شي حاجة جمعية باش قد نخدم والآن را كنحاول ننكلف أصدقاء ديالي في المكتب هم بهاد المهام باش نبقالي لالاكتيفيتي ديالي ومدابا المداخل مكينش مع عارش كيف يجيبوا المداخل ما را كنت بعد ما وكنا حاول نجيب معلومات باش نعرف كيفاش إلا كننا محتاجين احنا هاد الامر ديال المداخل غادي نشوفوا شكل كي يعطي هاد الامر ديال المداخل رجعوا اللي كونك فنان كنقولوا فنانا كنعنيوا بأنك مؤلف كتب والسيناريوهات وبنسبة وقت تقوم بالإخراج للأعمال ديالي فانديو شوية عارفوا شنو التقييم ديالك الوضعية الفنية والثقافية في المغرب حاليا اه اه كنت منا انا نضع راسيك فنان باش يعارفوني انا عارفوني انا شنو عنديك امكانيات ماشي مشكلة بكل تواضع اه الاعمال الفنية قلت لي اه رمضانية عامة تقيم ديالك الوضعية الفنية وتقافية المغرب بصراحة بصراحة الوضعية الفنية في المغرب لحد الآن هي كتب الشترب الخير إلا شفنا الكمة الكمة ديال الاعمال سواء كانت سينمائية اللي كيعطيها المركز السينمائي الدعم سواء كانت تلفزيونية يعني بصراحة كين اعمال كثيرة امليك تكون اعمال كثيرة مكيعنيش انها كلها كتكون جيدة دائما هذه مخاطرة يديرها المركز السينمائي مثالا الى دعم بعض الأعمال والتلفزيون كذلك الى دعم بعض الأعمال هذه مخاطرة يخرج منهم واحد زوج ثلاثة او لا ربعاف واحد نسبة مئاوية في هذه الأعمال كلها ولكن علمه للعموم انا كنتمنى يكون كتر تكون فرص اكتر في ديال الاعمال ويعطو فرص مثالا اكتر ديال الاعمال باش تكون انتجات جيدة على الأقل هتبنتي بواحد نسبة كبيرة قبل اني قلحت لك سؤال كيف تكون الأعمال رمضانية نعم 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 فقلت ايه نعم واطنا حاول لا بقائد وتبور نعم وكيف تفرج التلفاز وكيف تسند التلفاز؟ باقي عندنا وحدة نسبة كبيرة الناس اللي داري الوديونس الآن في التلفزيون نازل كي يعتمدوا على التلفازة المغربية كأنها مصدرة ديال الخبار يعني كتقدبة الآن الناس كي بغوا يتفرجوا الأخبار ديال القناة الأولى القناة الثانية أو القناة ديال ميديئة يعني قاع قاع خصنا نشوفوا قنوات رسمية أشياء تقول يعني بغض النظر على وسائل التواصل الاجتماعي راح تكتسمع الخبار رسمي والناس باقيين كي آمنوا الآن بمصداقيات تنشوفوا تلفازة وهذا كي أثر ماشيغي من ناحية الأخبار راح تكون بعض الناس اللي كي يشوفوا حتى إشهار كي يقولوا ورا الدفت الفازة عندنا نتقى فيه إمجيني؟ هذا الأمر كين؟ حتى في المسحوق حتى في الأمور اللي كنا ناكلوها ولكن نعطوها لولادنا راح تكي نشوفوا حتى إشهار أنا مستحيش لكي يشوف هذا المغربية غدو شيء حتى اللي ماشي يفصل إحنا أنا بدأت ما كي نشوف شيء حتى إشهار حتى الآن باقيين فيه آه كي نقول مزيانة هذه نعطيها لولادتي أنا معليش لك لا فضونك تلفازة كتولي واحد المؤسسة دي المصداقية اللي كنا نأخذ منها الرأي إذا من غدا تكترنا هي فيلم أو لمو سلسل أراك انجلسانة بذلك الفكرة دي التلفازة تتعطني حاجة مهم مخصة نستفيد منها الناس اللي كي يجيوا وشوفوا التلفازة تقدمت بعض هي كي ما قلت لك تطانا التلفازة من طبيعة الحال يتم اختيار أعمال أنا ما نقول لكش أن اختيار التلفازة هالي كان سبب اختيار هاد الأعمال وإنما واش منجحوش باش وشوفوا الفكرة دي لد الأعمال قبلتها لجان معيانة بس كل لجان معيانة في التلفازة هي لجان عندها معايير ديالها وقد يديروا فيها الناس ثيقة من طبيعة الحال هذه الجناعة تعطينا حاجة لهم زيانة للناس إذا هنا فيك يوقع الحساسية ويوقع المشكيل شكل هو المخطئ لجانة اللي اختارت هاد الأعمال أو للمخرج اللي دار هاد الأعمال أو اللي وقع تغيير في كتابة السيناريو من بعد كما وقع لي فلان نحكي لك من بعد فهذا الأمر هاد إذا هنا فيك يوقع كيوقع كتوقع الصدماء عند المتفرج وكي يقول لك له هاد الأعمال هاد كيفاش دارونا هاد الأعمال؟ كفنان وحتى كمتلق فشنو تقييمك لهاد الأعمال لا أنا نظر لك على أنا عندي ملاحظات على الدراما المغربية كانوا بعض الأعمال كنت جيدة ولكن كنت نادرة أنا ما غاليش نقول القنوات بالضبط ولكن في القنوات كلها أنا عجبوني بعض الأعمال من ناحية الإخراج من ناحية المواضع من ناحية الأداء دي الممتلين تبارك الله الممتلين في جميع القنوات اللي شفناهم في جميع الأعمال ممتلين كانوا عندنا ممتلين مزيانين في المغرب كيفاش تعامل مع هذا الممتل كيفاش توضفوه كيفاش يبقى الإخراج كيفاش يبقى المنمون هنا فين كيوقع على المشكل كيوقع على المشكل يبانوا من خلاله وانتقادات دونك هو بالحقيقة الناس يشوفوا الموضوع يشوفوا الموضوع الناس يصدمون في بعض المواضع وفي أنا شخصيا بعض المواضع لا تصدم لقيت بعض المواضع مقتبسة من أعمال كبيرة لقيت أنا مسلسل مقتبسة من فيلم أمريكي آه على سيرة الأفلام الأجنبية أو الإنتاجات الأجنبية فهذه شرروا لها أنا بصراحة أنا كتبت عليها في الصفحة ديالي لقيت أعمال في تلفزيونية مقتبسة من أعمال موخودة من أعمال ويأخذ من أعمال أخرى ويحاول إرهاب صيغة أخرى هنا هنا هناك كيف يفسد حتى القلام ديال كيف يفسد يعني أنا كنت بغير للكاتيب يكون يعتمد يعني على الموخي ويعتمد بس كنت تقلد موضوع اللي هو أجنبي أعرف لي كين عادات كين تقاليد كين أمور اللي تختلف لأنه بعيد يكون بعيد يمكن تقبل أمر في أمريكا ويمكنك تقبله في الدولة ديالة يعني أنا في المغرب ويمكنك أخذ كين مواضيع تختلف من الكاراكتار كي يختلفوا إذا كتابة تكون بديرها بالثقافة ديالك بالوسط ديالك بالعادات باش يمكنك تدير واحد الحيبكة اللي يتناسب ويقبلها لجمهور تناسب أنا لاحظت هذه القضية في الدراما كانت الدراما عندنا بعض الأعمال اللي كانت جيدة وكانت ناديرة ولكن كانت واحد الأعمال اللي كانت رائعة كانت العكس اللي كانت لم تكن مستوى اللي كنا والله سي جلال في الأخير بغينا نعرفه كتر من أمرأة أفضل هذا العمل اللي توليت كتابة السيناريو ومرغم أنك مخرج ما قمت بإخارة دياله وكلتيه الجمال مخرج دياله مرأة أفضل هو من الكتابات الجميلة اللي أنا كتبتها كتبتها في 2006 وخليته في 2006 نهار ندير أنا تكون عندي فرصة للإخراج ونأخذ البطاقة المهنية للي في الإخراج وهذه نقام بالإخراج دياله ولكن أسند إلى سي جمل بالمجدوب وما ما نعتش كان في 2017 سي جمل بالمجدوب كان عرفه هو مخرج يعني مخرج متمكين ومخرج يعني كبير وعنده اسم وصور الفيلم وأنا ما قلت؟ قلت إن شاء الله نهار نأخذ الكارد دياله سوف ندير الجزء الثاني المرأة والضل وهذا هو إن شاء الله أنا أتمنى أن ندير الجزء الثاني الجزء الأول ما خدمته أنا أنت أنا أنا أعرف أنك قلتك صداقة بالمخرج ولكن رغم ذلك نتاقدي نتاقدي أسلوب إخراج في العمل ماذا لم تكن لم تكن تكن تحديث في العمل هو محترامات بيانسور المسيو جمال هو الفيلم الوقت الذي تقدم للدعم المركز السينماء المغربي واخداء الدعم أنا لا أعرف أن أصرف به إذا نتصرف أي تصرف إلا باستشارة المركز السينماء المغربي واخدنا عليه الدعم أما قبل الدعم ممكن يقعه كتابات أخرى وغيرات وكل وقت الذي يأخذ الدعم أنا لا يمكن أن نقربه لكن إذا نريد أن نقربه إلا إذا كانت شيئا زائدة ستزيد في الفيلم ولكن تجربة الاستشارة المركز السينماء المغربي جمال نجدو الوقت صوره اختز له كما يقال اختز المشاهد تقريبا 34 من المشاهد ومشاهد لذلك من المشاهد جميلة مشاهد ستغير كتابات ومشاهد ومشاهد أربعة وثلاتين أمشاهد و تختزلوا الشخصيات ما بقوش لا تدير الشخصيات اللي كانوا رئيسين عندي ما بقوش و شخصيات مهمة بزاف إذن هنا انا لم يرقني الامر والفهم ديالي اللي كنت نشوف انا فيه بسيكولوجيك نوع النادير للأسف شفتوا انا مشتوا و رغم ذلك رامي شتوا بصراحة تصدلت كنت متوقع ولكن الغائب ان الناس عجبهم و كنتمنا انهم لو شافوه و شاهدوه بالحقيقة دياله و رغد يعجبهم بزاف لديك للمركز سينمائي المغذيبي ليس اي عمل يتوافق لي و يتعطيها الدعم و ماذا يميز العمل و يتعطيها الدعم؟ و اللي يميز العمل ديالي هو ان الدعم اللي كتبغيت عندهم معايير ديالهم و يختاروا على حسب المعايير اللي هما مستطرينها قد يكون فيهم ديالك مزيان و انتعجبك ولكن للجنات يقول لك لا عندهم معايير هما خاصة ديالهم عارفين و هما امورات طبعا عشرة من الجناة اراحضاش الواحد تقريبا اللي كي كل واحد عنده تخصوص و احد الامر معايير باش كيشوفوا الى فيلم اللي غادي يمكن يدعموه الفيلم امرأة في الدلي فيلم اللي استحسناتوا للجناة بواحد الصورة كانت كبيرة و اسمتها انا هذا الاستحسان ديال اللجنة و القبول ديالهم و هذه العمال انا كنسمها مخاطرة ديال اللجنة لان كي كل مره كتلقي لها ديال اللجنة او ديال اللجان كي يعطيه واحد فرص و واحد نوع ديال الافلام مدارس سينمائية سواء في البسيكولوجي سواء في افلام مؤلف سواء الافلام اللي معتادها انا تعودنا على الدراما الاجتماعية بسيكولوجي سواء و لكن يحاولوا اعطوه اذا النوع من الافلام كل مرة وهذا استال ريسك و مشكوران على بصراحة الان انا كاتب المرأة والضل هو الجزء الثاني الذي انا انا شاء الله انا جعله الاخراج و على ذكر فيلم المرأة والضل علش ما اوالا علش ما اخدر المداره اخراج اول لان انا ما كنت عندي بطاقة الاحتراف بطاقة الاخراج التي أخذتها الحمد لله والتيقة التي تحصلها في بسيو جامال قبل أن نسألوا لك قاعدنا لم نسخينا بك ولكن نريد أن أعرف أنت تجاربك في العمل على الأفلام التي تناول موضوع مغربية الصحراء لديك فكرة أنت دائما ضد أن نحن ندوي على الصحراء وإنما خاصنا أجنبي طلبنا أن نكسر من هذه الأعمال نعم عندما بدأت نتقدم بأعمال كنت خدمت في ثلاثة أعمال التي كانت أول أعمال هي ثلاثة أعمال التي كانت أخذتها في 2017 وهذه الأعمال هي على مغربية الصحراء وهنا عندي دائما إذا أريد أن نحصل على مغربية الصحراء فأحاول أن نعمل على تقدم بأعمال السحراء مثلا في اسبانيا في القرن الـ 18 وقرن الـ 19 هنا وجدت ما في اسبانيا وجدت مغربية الصحراء وهذه المجموعة الأفلام وقامنا نوسترا سينيورا ديلا سانغوستياس سفينة الحقيقة التي قامت إخرج له الأستاذة فاطمة الجابع فيه سينما إيجاميل ورغادي تصور جزء ثاني دياله قريب إن شاء الله صوراته في إسبانيا وصوراته في المغرب وكيحكي واحد القصة سفينة إسبانيا اللي غرقت في السواحي المغربية وكيفاش تعامل ديالنس ديال السحرة مع الصلاة المغربة مع هد السفينة إذن كانت علاقة بين 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 ناس ديال السحرة وعلى رأسهم الشيخ العينين كانت يرسل السلاطين المغربة هناك على هذه البحارة التي غرقوا عنده ومراسلت كانت بين إسبانيا والمغرب إذن هذه الرسائل حصلت عليها إسبانيا مع المغرب وعليها دفتها في الفيلم ودفتها في الفيلم لكي تصور الفيلم جميل إن شاء الله ان شاء الله انت من الناس اللي كتتقول بأنه ضروري يتكسب حالة الأعمال اللي عنده علاقة مغربية أنا كنت أقول هذه الأعمال اللي كتبت مغربية تكون لابد ولكن تكون بواحد مستوى كبير ونحن ندير أعمال اللي بصراحة كانت ضعيفة أعمال تكون كبيرة ونجيبوا متدخين اللي كنوا أجانب لكي هدروا على الاراكين متدخين اللي كنتم مغربية الصحراء يعني منذ سنوات منذ قرون هذا شيء جميل أنا من اعتمدوا على فكرة وشهادة شاهدون من أهلها بل خسنا نجيبوه الناس اللي يكونوا من أجانب والحمد لله عندي لحيد الان وشهادة ونتمنى أننا ما يكونش آخر الليقاء إن شاء الله والله أنا سعيد بصراحة ونشكركم على هذا الليقاء هذا ونشكر المتابعين ديلكم وهكذا كنت نوصلنا المتابعين لنهاية لقانا اليوم على أمل أننا نطلقوكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا ومع ضيفة السلام عليكم